تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح في الوقت الراهن بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح وتأكد من استفائها للشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات يأتي هذا في حين أعلن ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن عبد السند يماما رئيس الحزب سيتقدم بأوراق ترشحه غدا للهيئة الوطنية للانتخابات ترجمة نانسي قنقر